بسم الله الرحمن الرحيم اهلا ونسلام مطبعين اكرام انا ونسلامكم اللي بيسمعني لأول مرة معكم الصفاء قناة يوتيوب اللي بيسمعني لأول مرة وعجب الفيديو ما ينساش اشترك ويفعل قرص حب اعرفون في قناة ثانية اسمعي يوتيوب معرفة تابعونا على القناتين قناة يوتيوب وقناة يوتيوب معرفة القناتين بنزل فيهم تعابير وانشاءات وباقي محتوى القناة يمكنكم الوصول للقناة الثانية للي بيسمعني لأول مرة ولا يعرف كيفية الوصول إليها ممكن يكتب في البحث يوتيوب معرفة اتظهر له القناتين او ممكن يكتب بيعني يوتيوب فقط او يبحث في القناة هذه القناة موجود من تحت في صفحة رئيسية اسفل الفيديوهات القناة الثانية تابعونا على القناتين ولا تنسوا اللايك ومانت حلو للقناة اليوم تعبير عن لعب رياضي تعبير عن محمد صلاح بالعناصر والافكار انا كتبت موضوع طويل الى حد ما وبرضو لخصت في عشرة اسطر اللي يريده قصير معنا واللي يريده طويل برضو معنا نقرأ في البداية الطويل بالعناصر والافكار مقدمة رقم واحد مقدمة رقم اثنان حياة وصفات محمد صلاح رقم ثلاثة الجوائز التي حصل عليها رقم اربعة خاتمة كتبت الاناصر على اساسها بنكتب الموضوع الموضوع تعبير اي تعبير لا يجب ان يكون في مقدمة ويجب ان يكون في عرض ويجب ان يكون في خاتمة مقدمة في البداية اترك بياض ماذا اكتب في المقدمة المقدمة ممكن لمحة عن الموضوع او تعريف الموضوع او استشهاد او اسلوب تعجب انا جعلتها لمحة كده الافضل والمناسب في التعبير ان انا جعلتها لمحة هناك العرين من اللاعبين الذين ادهشوا العالم في كرة القدم منهم اللاعب المصري المحترف محمد صلاح اضع نقطة في البداية اترك بياض وهنا اضع نقطة عندما انتهي من العرض المقدمة بتكون قصيرة ممكن سطر ممكن سطرين ممكن ثلاثة المقدمة كده صار وتشويق يعني بتكون قصيرة من سطر لثلاث أسطر لا تزيد عن ثلاث أسطر أدخل كده على العنثر الذي يليه حيات وصفات محمد صلاح كده في العرض أدخل على العرض أترك بياط رغم اثنان وثلاثة دولة العرض أترك بياط في البداية رونالدو العرب محمد صلاح من موليد عام 1992 لديه شعر أسود كده حتكلم على صفاته وحياته لديه شعر أسود مجاعد ولحية وأيضا ابتسامة كبيرة وكما أنه عطوف وطيب يتبرع دائما بالمال لبناء المدارس والمستشفيات في بلده مصر ويساعد الفقراء وخصير القامة بالنسبة لزملائه اللاعبين محمد صلاح جيد في تسجيل الأهداف لديه قدرات ومهارات عالية وسرعته الفائقة جعلته جعلته محل اهتمام وسائل الإعلام انضم خلال مسيرته إلى العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا وناديه الحالي هو ليفاربول الإنجليزي وأيضا هو قائد الفريق المصري في التأهل لمونديال روسيا ولقد حصل على العديد من الجوائز ممكن نكتفي عن الحد الجوائز وممكن نذكر الجوائز لكم مطلق الحرية ولقد حصل على العديد من الجوائز منها كده أنا هذكرها جائزة أفضل لاعب عربي في جائزة غلوب سكر يربيكم بانتقى بطريقة صحيحة في جائزة غلوب سكر لعام 2016 ميلادية وأفضل لاعب صعد في إفريقيا عام 2012 ميلادية وتم أو لقد تم اختياره ضمن فريق العام في إفريقيا عام 2016 ميلادية وكما نالا جائزة أفضل لاعب في دوري السوبر السويسري عام 2013 ميلادية وأفضل لاعب في نادي روما واحتلنا المركز الـ 65 في قائمة أفضل 100 لاعب في العالم وكذلك اختير ضمن قائمة 50 لاعبا في العالم عام 2016 ميلادية انتهيت من العرض أضع نقطة انتهيت من رقم 1 وثنان وثلاث أدخل كده على الخاتمة الخاتمة بتكون قلاصة للموضوع أترك بياطي بداية الخاتمة خلاصة للموضوع ممكن سطر سطرين ثلاثة بتكون مثل المقدمة بتكون قصيرة مثل المقدمة قصيرة الخاتمة ماذا أكتب في الخاتمة الخاتمة ممكن يعني نصيحة ممكن إبداء رأي شخصي ممكن استشهاد سلوب تعجب المناسب أنا جعلتها إبداء رأي شخصي محمد محمد صلاحي وعد أغلى لاعب عربي وإفريقي عبر التاريخ حقق حلم هو بات قدوة مثلا أعلى لكل اللاعبين والشباب في العزيمة والمثابرة والإصرار وبرضو ممكن نضيف ممكن نتفي لحد ذلك ونضع نقطة ممكن نضيف نصيحة ويجب أن نكون دائما فخورين به أضع نقطة التعبير يبدأ ببياط وينتهي بنقطة مقدمة وارضو خاتمة انتهيت من الطويل الموضوع الأول أنا لخصته في حدود عشرة أسطر للي يريده قصير لخصته في حدود عشرة أسطر جعلت المقدمة كما هي وجعلت الخاتمة كما هي ولكن لخصت في العرض وجعلتها عشرة أسطر بعض الحزات ندخل كده على القصير عشرة أسطر نلتزم نحن بنكتب الموضوع نلتزم بعلامات الترقيم الفاصلات بين الجملة والثانية فاصلة وكمان النقطة نقطة في نهاية المقدمة ونقطة في نهاية العرب ونقطة في نهاية الخاتمة وإذا وجد في أي تعبير اسلوب تعجب نضع علامة تعجب اسلوب استفال نضع علامة استفهام وباقي علامات الترقيم نضعها نلتزم بها لأن لو ملتزمتش في أي تعبير بعلامات وقفة أو علامات الترقيم تنظس في الدرجة أو في العلامة ندخل كده على القصير مقدمة أترك بياض هناك العديد من اللاعبين الذين هدهجوا العالم في كرة القدم ومنهم اللاعب المصري المحترف محمد صلاح كده أنا أضع نقطة أدخل كده على العرض أترك بياض رونالدو العرب محمد صلاح من موليد عام 1992 ميلادية وله قدرات ومهارات عالية وسرعة الفيقة في تسجيل الأهداف جعلته محل إثمام وسائل الإعلام انضم خلال مسيرتي إلى العديد ميلاندية الكبيرة في أوروبا ونديه الحالي هو ليفربول الإنجليزي وأيضا قائد ضمن قيمة أفضل خمسون لاعبا في العالم عام 2016 ميلادي أضع نقطة كده انتهيت من الخاتمة العرض أدخل كده على الخاتمة أترك بياض محمد صلاح أغلى لاعب عربي وإفريقي عبر التاريخ حقق حلمه وبات قدوة مثل أعلى لكل اللاعبين والشباب في العزيمة والمفابرة والإصرار أضع نقطة التعبير يبدأ بياض وينتهي بنقطة القصير يارب يعجبكم الفيديو ويعجبكم الموضوع عن محمد صلاح لاعب راضي محمد صلاح إذا أردتم أي لاعب راضي أخر اكتبوا لي في التعليقات إن شاء الله أنزله في القناة أنا ذكرت هنا في الموضوع الطويل ذكرت صفاته ذكرت صفاته المادية والمعنوية ولكن هنا لم أذكر هنا صفاته ذكرت في العرض جوائز وذكرت قدراته ومهاراته في اللعب أشكركم على حسن الاستماع وأترككم في رعاية الله وحفظ إذا كانت معكم الصفاء قناة تيوك لا تنسوا الاشتراك في القناتين وأمان عليكم لو أخذتم التعبير أو استفدتم من الفيديو اعمنونا اللايك وكومنت حلو للقناة أراكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله واترككم في رعاية الله مع السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 وبركاته